علماءنا والعرب قديما قسموا التغذية إلى ثلاث ايش قالوا يا أخي محمد قالوا في غذاء للحاجة وفي غذاء الكفاية وفي غذاء الفضل هم قسموها ثلاث ما هو غذاء الحاجة يعني لما أنا أحتاج أكل وهذا هو النظام الصحي أنك أنت تأكل عند الحاجة وتأكل على قدر الحاجة وهذه المرتبة الأولى طيب إحنا خنوصلها الثقافة لأولادنا المرتبة الثانية أنه أنا آكل الكفاية يعني أنا آكل لما أشبع وهذه الثانية أما الثالثة فهي الفضل يعني أنا شبعان وروح آكل ولذلك إحنا ممكن هذه الثلاث مراتب نحولها إلى لعبة مع الأطفال الصغار لما يونعيالي وعليالك يا أخي محمد بيأكلون شبس مثل ما قلت ولا غيره أقول له تعال حاجة ولا كفاية ولا فضل لعبها يعني سوها لعبة مع الولد وسوها لعبة مع البنت ويمكن يقعد يفكر يفكر يقول لك فضل تقول له إذن لا تأكل أو يقول لك كفاية يقول له إكل شوية أما لما يقول لك حاجة يقول لا تأكل أكل فأنت التربية على النظام الغذائي يساعد في كيف إحنا نوصل ترجمة نانسي قنقر